جواب بسيط قلت لكم انهم يعرفوا علينا كل شيء تشوفوا المباريات دينا كاملين عارفين اللاعبين المهارين دينا كيفاش ندافعوه كيفاش نهجموه واحنا ما عارفين اليوم تحاجة يعني انا تعرفت عليهم تقريبا في الصوت الاول بحثنا على المباريات دينا هم مكانوا شيء كان عارف بعض اللاعبين انهم محترفين في البرتغال المدري بورتغالي يعني تبارك الله فاهمين اللاعب الافريقية كذلك موهوب وقوي ولكن من هذا الشوت الاول يعني بدنا نتعرف عليهم وعطينا بعض التوجيهات يعني كتبقا خاصة بالفارق ما نقدروش نقولوها هنا لكن الاهم شيء هو اننا تعرفنا عليهم وغيرنا بعض الطرق وشفتو كانت موجة من الفرص كثيرة وكثيرة بزاف بسألة عادية اللاعبين دينا وخا قلبوا مباريات كثيرة ما قلبوش قدمات الجمهور كان رهبات البدايات كان بززت تصرع اللاعبين بغين يديروا شي حاجة دخلوهم في الحماس اللي كان زائد شفتو الشبكة خاوي اللاعب بغي يسجلها وضربها دربها الفوق هذه كلها مسائل اللي حاولنا نمتصبه اللاعبين والحمد لله كان يهمني انه ندير الفرص هذا هو اهم شيء عندي ماشي تكون عندي المباراة متوازنة لا تنصلش بك أبخير منك تقضي ولا تتضيع بواحد السهولة هذه مسائل ستتحسن من بعد ما فيهاش ان شاء الله فكي يبقى واحد العاميل اللي مثلا تحكموش فيه حناية هو العاميل النفسي ديال اللاعبين رغم أننا كان تيقور كان حماس كان أول مباراة رسمية تقريباً كتر منا ربعة سنوات هذه العواميل تتأثر بززاف على اللاعبين وحاولنا نهدئوهم نرجعوهم للتركيز كان قوله متكافئة نحن نحطرمو جميع الخصوم لكن صراحة الشوطاني كان كل ديالنا تقريباً بالمحاولات وهذا أول أهم وهذا أول أهم وبينسر نتأخذ تقوى في الماتش الأول فتنظن أنها أحسن بداية تكون بغض النظار على عدد الأهداف فأولاً صدقني ما كنتش مع الصبب نهائياً وطريقتي ديال العمل هي كتبقى لي أنه إلت على الصبب يعني إلت غلبات شوية الإموسيان مشا كل شيء بحل الجود الشيك نحن نفكر هذه الحركة مع اسماعيل كانت يعني إدرتها أيراضي لأن اسماعيل كان من أحسن لاعبين في السنتين لكن أول كوب داف غير لعب فأنا شدته وقلت له تقديرها ستقدر كثير من هذا الشيء وحيث من الميطة ونحضر معه فلذلك يجب علي السكوة وإنها وإنها علاقة هو أصلاً اللاعب يقول لي الوالد يقول لي قاع كوتش فلذلك تعاملت معه في حال الوالدي وفعلاً من بعد لأن ضعوا لي ضعوا محي ديالو رغم أنه كان أحسن لاعب ضد الأرجنتين وأحسن لاعب ضد فلذلك بعد المرات كانوا حركات كانوا أكس بخي باش نوقدوا اللاعب ولكن الحمد لله لم يكن شكراً نهائياً في أن شعراوي لعب هو واليوم هو يجني طمار الاختيار فهو كان في اللائحة المنطقة في هولندا وكانوا عوالين عليه بزاف وداروه في القنوات وكانوا يعني هو عاش في هولندا وكبر في هولندا وتفهمت معه وقلت له تلاعب مغربي دؤوسة المغربية مستقبل كبير في المغرب وخدار الاختيار صعيب وما بغاش يلعب معهم وأكثر من هذا يلعب معنا هذا العام في البطولة بغي يكمل هنا بشي يوجد الكوب دافخيك وكوب ديموند وربي سبحانه وتعالى جاذب هذا المستوى والأهداف اللي سجل اليوم لا أبدا أبدا ما عمر الجمهور تشكل ضغط الجمهور حافظ لللاعبين ولحتوا أنهم تحرروا في شرط الأول يعني مرروا في شرط الأول لتحرروا لهذا الشي كوني على يقين لا نرى هذا الشي في بلاسة أخرى مع احترامي الجمال القاعة الجماهير جمهور شغوف بهذه اللعبة يعني كنحمد الله أنني خديتي نكوب دافخيك بهذه الشكل في المغرب بالعكس كنتمنى أن قاعد المباريات يأتي الجمهور ونحن معروفين في البداية ديما تبدوها إن شاء الله وبإذن الله نتأكد أن المستوى تحسن بذيك الحتفالية التي تقدم الجمهور ف لسببين أنه نحن كل شي تعرفنا دابا لأن خرجنا العالمية ولعبنا بزاف دي المباريات وكل شي تشوفهم يالله هذي منبا يعني أسبوعين على انطلاق البطولة ولعبنا بمباريات وكانت داعت في تلفزايا يعني أنا ما كانش عندي مشكلة يعني احنا أولا معروفة للخصم ثانيا أن الخصم تترجع تشوفه بحالة الشكل وكانت دفاع المنطقة هو مسألة عادية في كورة القدم الحمدلله لعرفنا القول الحلول الحمدلله لنوعنا في السيستام ماركينا بلغتي هذا هو ملحوية جزوانين في هذه الكورة يعني بحثنا أي في أي رياضة الفرق مني ترجع لك الخصم تعتمد على الكنترات وكانت صدق وليسي وحيدات ولكن را كل تنظن كل دقيقة دقيقة ونصف كنا كنا نديروا محاولة سامنة وهذا هو الأهم عندي إن شاء الله إن شاء الله خير دابع الجمهور لا تتعجبوها خمسة مشكلة بالعكس كل الجمهور يحفظنا ولكن البعض يكون حادرين مع تشجيعات اللاعبين الحمدلله خمسة رعاها ما سهلاش فضل هاتش اللي شفنا وخصي بقى إيجابي لأن اللاعبين يعني وخاكك يتأترو يعني بالتعليق والبتشجيعات ديال اللاعبين ديال الجمهور تنظن أنه أنفام نيت تتشوفون كيف تقاتل ما عارفين أنه المباراة اللي عندهم في هذه المجموعات هي اللولة مباراة مصيرية لهم لاسويت وهذا المباراة الأولين تتكون سكونا بلا فخيشو غي قالس تضيغة التراوية البدنية متكافأة لأن أول ماتش عندهم مع المباراة تنظن أن رد الفعل كان ممتاز ديال اللاعبين وبينسير باش نكون معكم صارح حنا هنا باش نلعبوا على ذاك اللقاب إن شاء الله هاشنو غا نقول لهم كوب دي موند مغادش تتقبل تتلعب على اللقاب تيب قدب الأمر عند الله سبحانه وتعالى تسلسول ديال المباراة في المجموعة كانوا مزيانين لأنني ديما تنحب دلعب في المباراة الأولى هي اللي تكون قوية مباراة زامبيا تعني لهم للينا التأهيل المباشر للنصف النهائي لأنهم فازوا المباراة الأولى وفزنا حنا بالأمر فهنا بداعاة التفكير في هذه المباراة الحمد لله انني شفتهم خدينا فكرة وتنظن انها تكون مصيري ريالينا بجوج في المجموعة أولا لديهم لأنهم تكون جداً وهم يريدون أن تتفكير هذه المباراة لتنظر الـ الفتسل في أغلالي مرحوكا هو مجموعة في العالم واحدة من المباشرة في العالم في بعض الأمور يمكننا التقليد ولكن يمكننا التقليد في الوقت مع مرحوكا مرحوكا لا أحب أن تتعلم ولكن أنا سعيدا من المشاهدين لقد كنت في العالم لتوانيا ولكن أنا أعلم بشكل جيد في مرحوكا أعتقد أن كان مجموعة اليوم ولكن أعتقد أنه مجموعة من المشاهدين ولكن أعتقد أنه مجموعة في مرحوكا كل مجموعة مجموعة لنا ولكن أنا سعيد أن يكون هنا أحبب مرحوكا ولكن أنا سعيد ولكن أعتقد أن أعجب أن أضع أعجب أن أعجب لأعجب أن أعجب مرحوكا من مرحوكا إنه مجموعة من مجموعة بسعارة إلى المدينة كما يفعل في مرحوكا ولكن أعجب أن أعجب أعجب أن أعجب بأعجب أن أعجب أنتظر بأنه في بعض الأشخاص من المدينة نحن تقلل المفقرات الأخوة العديدية. لكن اشتركوا عن طريقة المفقرات الأخوة العديدة. لكن أموازية لديها جيدة من المفقرات أيضا. نحن نساعد لجعله جداً بشكل من المفقرات العديدة. لكن عندما نحن نحن کرنا نحن عمي بالمفقرات الأخوة العديدة. أفعله أفضل. لكن المراكس هو جميعاً جميعاً. لديك شيئًا أخبرتك في اليوم. ليس أخبرتك، ولكن أريد أن أخبرك شيئًا. المراكس لا يشعر في المراكس العالم منذ 2021. ثم نحصل إلى هنا لكي ترى ما يمكنك فعله مع أحد أفضل المراكس العالمين. وهناك أجل They are the way we want to do فوزال أخرى الثانية. هي أول إحدى الأفضل التي نريد أن نتحدث أفضل Leader هو الأنفاب المعادي لتعجل الأفضل الأفضل. لأننانا متفاعدات لكن تقاية والمراكس غادئ والمراكس والأفضل الأفضل 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 ولقد أظهر أنها أفضل الأفضل الأفضل. لتعودنا من حلقة المساعدة وتسعبوا يجب أن تقتربت في المساعدة عندما تستطيع ان تقوم بسرعة وقتك ي robberyت في مرة أخرى هذا يجب أن نقوم بشكل مهاجم ولكن Brilliant طالما يقول للميشع cooperativeين لدينا الحصول إنه يتبعنا نفكروا المرنقل وبدأ ذلك على ذلك في متجد أن نفكرنا لزامبيا وهذا هو هو ن Hall-Griffe لأنه يحب جدوه المرنقل في المساعدة نحن نحن بشكل مخصص و المعرنقل إلى النفق عمد المرنقل نحن الآن تحاولون الناس لأجب أن نقوم بمساطق وحوالك كل ميشترك كانت 20 أو 22 و معاولا وعندما نجاز للمشاهدة هذا لم يجب أقنع رغل مانجلة وهناها عمره هذا ليس ذلك إنه ليس ذلك الوطنع كما هذا. لكن نحن نحن نستطيع الكثير على التعامل الصالحة من حالة المعرفة. لكن نحن نتوقع طلب المعرفة للعاقب أن نحن نحن نقلل كيخصيا نحن الآن مستطاع ان نحن نقلل مرة في المتحدة. وحن نعرف وحاولك هذا لن نقلل مع كل تحامل العالم. هذا هو طريق أن نعرف أن نعرف المساعدة وأنهم يفهمون أن هذه الإعجابة كانت جيدة أعتقد أن مع Zambia ستكون محاولا لك أن نعرفهم مرة أخرى